في إطار اهتمام القيادة الحكيمة بتوصيل الخدمة التعليمية إلى المواطنين وضمن الجهود التي تبدلها وزارة التربية والتعليم لتطوير بنيتها الإنشائية افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم المبنى الجديد لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين بالمحرقة الوزارة قامت بإعادة إنشاء المدرسة وفق أحدث التصميمات والمعايير الإنشائية وخلال الحفل تم تقديم عرض حول المدرسة التي تم إعادة إنشائها بما يتناسب مع الطابع العام للمنطقة المحيطة من خلال مراعاة تصميم الواجهات الخارجية حيث تم التوجه للإنشاء العمودي بناء على مساحة الأرض والتي تبلغ 1560 مترا مربعا كما أن المبنى يتكون من خمسة طوابق تضم 17 فصلا دراسيا وبطاقة استيعابية تصل إلى 600 طالب وبتكلفة مليون و470 ألف دينار بحريني وذلك لتقريب الخدمة التعليمية للمناطق المجاورة إذ بفضل وجود هذه المدرسة ستتمكن الوزارة من تنفيذ الصيانة الشاملة للمدارس الابتدائية المجاورة بعدها قام الحضور بجولة في أرجاء المدرسة التي روعيت في إنشائها الجوانب الخاصة بالمباني الصديقة للبيئة حيث تم تركيب المصابيح الكهربائية الموفرة لاستهلاك الكهرباء LED ونظام الاستشعار للغلق التلقائي في حال عدم وجود مستخدمين بالمبنى ومراعاة اتساع فتحات النوافذ للسماح لأقصى إضاءة طبيعية ممكنة للحد من استخدام المصابيح الكهربائية والترشيد في استخدام المياه من خلال تركيب صنابير مياه تلقائية القلق مع توفير خدمة الواي فاي في المبنى بالكامل وتم تخصيص جزء كبير من الطابق الأرضي لعمل مواقف السيارات وتوفير صالة متعددة الأغراض كبيرة ومكيفة بالطابق الأخير إلى جانب ساحة لاعب داخلية ومضللة للطلبة حضر الافتتاح السيد صالح عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الرياضة والشباب والسيد سلمان عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق والسيد محمد عبدالله آل سنان رئيس مجلس بلدي المحرق وعدد من المسؤولين اليوم ونحن نفتتح مدرسة أبو عبيدة بن الجراح هذه المدرسة التي تم إعادة بنائها بشكل يتناسب مع برامج وزارة التربية والتعليم وخططها الاستراتيجية المدرسة تقوم على أساس المبنى المتعدد الأدوار المبنى الذي يستطيع أن يقدم كافة الخدمات المطلوبة سواء من حيث التعليم الإلكتروني أو غيره من حيث التسهيلات المطلوبة لأبنائنا الطلبة هذا هي نوع من المدارس التي تسعى الوزارة اليوم لتشييدها بحيث يكون المبنى محتوي على كافة المتطلبات سواء من صلاة رياضية أو موقف سيارات موجود فتم التعامل مع هذا المبنى على أساس أنه يكون أيضا مبنى صديق للبيئة وفي نفس الوقت أيضا استقلال كافة المساحة المتوفرة من حيث الأماكن اللعب للأطفال وكذلك أيضا من حيث الأثاث القابل للتحريك وكذلك أيضا هناك مرونة في المبنى بالتالي يتيح لأبنائنا الطلبة وأيضا الإخوان في الهيئات التعليمية والإدارية استقلال المساحات المتوفرة رعينا في المبنى التخطيط العمراني بحيث يتناسب مع البيئة المحيطة نحن في هذه الجولة الحمد لله لمسنا التطور في المدارس الحمد لله الحكومية والحمد لله هذه نموذج فيها الصرح المميز لأول مرة نلمس من وزارة التربية والتعليم